من لبنان إلى باكستان المنطقة على فوهة بركان ساخن قد تنطلق حمامه المتفجرة في أي لحظة اسلام أباد استدعت سفيرها من طهران ومنعت السفير الإيراني من العودة إليها في أعقاب قصف جوي إيراني على منطقة تقع غير باكستان الحادث يؤكد مرة جديدة أن الأمن الإقلمي مهزوز وأن المنطقة مقبلة حتما على تحولات استراتيجية عميقة فكيف تواجه الطبق السياسي في لبنان الأمر طبعا بدفن الرئيس في الرمال وبعدم ممارسة دورها ومنطلقه انتخاب رئيس للجمهورية وكيف تواجه حكومة تصريف الأعمال الأمر بإخراج لبنان من المعادلة الإقلمية والدولية عبر ربط رئيسها الوضع في لبنان بتطورات الدامية في غزة وهو أمر فيه الكثير من الخطورة لأنه يعزز إلى ما لا نهاية ربط لبنان بالصراع داخل فلسطين